من المتوقع أن تصبح جنازة الملكة إليزابيت الثانية البث الأكثر مشاهدة في العالم خبراء في المجال يرجحون أن تحطم الجنازة المتلفزة جميع الأرقام القياسية لأحداث تم بثها سابقا في نقل مباشر ويتوقعون أن يتابعها أكثر من أربعة مليارات شخص حول العالم مما سيجعل جنازة الملكة إليزابيت الثانية الحدث الأكثر مشاهدة في العالم على الإطلاق ويتوقع أن يتابع أكثر من نصف سكان العالم الفصل الأخير من عهد الملكة الذي ينتهي مع دفنها في دير وستمنستر وإذا صحت هذه التوقعات فستكسر جنازة الملكة إليزابيت الرقم القياسي الذي سجله النقل المباشر عالميا لحفل افتتاح أولمبياد أتلنتا عام 1996 والذي تابعه نحو ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون شخص كما أن الرقم المرتقب للمشاهدات سيحطم الرقم القياسي لأكثر حدث يخص العائلة الملكية البريطانية مشاهدة حتى اليوم وهو جنازة الأميرة الراحلة ديانا قبل 25 عاما بعدما استقطبت تغطية هذا الحدث عددا هائلا من المشاهدين بلغ مليارين ونصف المليار مشاهد من جميع أنحاء العالم ومن المرتقب أيضا أن تتفوق جنازة الملكة إليزابيت في عدد المشاهدات على سلسلة حفلات لايف ايد الخيرية التي أقيمت عام 2005 حول العالم وأحرزت عدد مشاهدات بلغ أكثر من ملياري شخص وهو رقم كان قد اقترب منه عرض لايف ايد الشهير عام 1985 عندما شاهد نحو ملياري شخص الفنان الراحل فريدي ميركري مغني فرقة كوين يذهل جمهور وامبلي في لندن وستتفوق جنازة الملكة على الأرجح على احتفالات الألعاب النارية ليلة رأس السنة في سيدني لاستقبال عام 2011 والتي أحرزت عدد مشاهدات بلغ أكثر من مليار شخص وأيضا من المراجح أن تتفوق الجنازة على حدث ملكي آخر جذب اهتماما عالميا كبيرا وهو حفل زفاف ناجل الملكة الراحلة الأمير تشارلز والأميرة الراحلة أيضا ديانا الذي شهده مباشرة عام 1981 نحو مليار شخص إذن جنازة اليوم يرتقب أن تحصد عددا قياسيا وتاريخيا من المشاهدات يعكس عبر وفق متابعين الحب والاحترام لحياة الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية